خلال فترة الخطة الخمسية الثالثة عشر حافظت وحدات الطاقة النووية في الصين على التشغيل الآمن والمستقر حيث تم زيادة عشرين وحدات طاقة نووية للتشغيل التجاري بقدرة مركبة إضافية تبلغ 23 مليون و447 ألف كيلوات وبدأ تشغيل إحدى عشرة وحدة طاقة نووية جديدة بقدرة مركبة إضافية تبلغ 12 مليون و604 ألف كيلوات هذا واتواصل القدرة المركبة لوحدات الطاقة النووية قيد الإنشاء في الصين الحفاظ على المرتبة الأولى في العالم وخلال فترة الخطة الخمسية الثالثة عشر تستمر قدرة توطين التصنيع لمعدات الطاقة النووية في الصين وقدرة الاستقرار في التحسن وكذلك إتقان مجموعة من تقنيات تصنيع المعدات الرئيسية للطاقة النووية مع حقوق الملكية الفكرية المستقلة في عام 2020 تم تسليم 31 مجموعة من المعدات الرئيسية للطاقة النووية المحلية لقد أتقنت الصين تماما التكنولوجيا الأساسية لتصنيع معدات الطاقة النووية المتقدمة وصل معدل توطين الشامل لوحدات طاقة نووية مستقلة من الجيل الثالث في الصين إلى 88% حيث يتم تسليم 8 إلى 10 مجموعات من المعدات الرئيسية لطاقة النووية كل عام وقدرة الإنشاء هي رائدة عالمية ترجمة نانسي قنقر